قل أوحي إلي أنه استمعنا فهم من الجن فقالوا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يرجي إلى الرشد فآمنا به ولن نشره بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا متقد صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سبيهنا على الله شططا وأن الظنن أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوكم رهقا وأنه الظن كما ظلنتم أهلا يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقع منها مطاعد السماء فَمَنْ يَسْتَمِهِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وأننا لا ندلي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربكم أشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قراء قائدتا وأننا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَوْهُ وَلَا رَهَطًا وأننا منا المسلمون ومنا القواسطون فَمَنْ أَسْلَمُ فَأُلَائِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا وَأَمَّا قَاسِطُونَ مَكَارُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلْ لَوِي اسْتَطَرُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْكَيْنَاهُمَّا وَأَلْا قَالَ لِمَا اخْتِنَهُ الْفِيهِ وَمَنْ يُؤْرِقْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقُهُ عَذَابًا صُعْدًا وَأَنَّا مَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْقُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ عَبَدُ اللَّهِ يَدْقُواهُ كَانُ يَكُونَ عَلَيْهِ بِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْقُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجْدَ مِنْ جُومِهِ مُرْتَحَدًا إِلَّا بَلَا ظَنِّ اللَّهِ وَرِسَادَاتِهِ وَمَنْ يُحْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ قُلْ إِنَّ لِهَا أَفَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُعَنُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَهُ نَاسِرٌ وَأَقُلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَطْرِي أُحْرِي أُمَّةُ وَأَعْنُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّهِ أَمَدًا عَلِمُ الْقَيْبِ فَلَا يُطْحِرُ عَلَى بَلَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِرْتَضَوْ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُقُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْلُقُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ قَلْبِهِ رَسُدًا لِيَعْلَمَ أَوْ قَدْ أَبْلَهُ رِسَالَةِ رَبِّهِمْ قَدْ أَبْلَهُ رِسَالَةِ رَبِّهِمْ وَأَحَاقَ بِمَا لَذَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا السلام عليكم السلام عليكم